راديو الأهرام يقدم حل هلالك شهر مبارك مرحب بك أهلا رمضان حدو تأولها كان يا مكان ولسه عيشة على مر الزمان بتقول لك أهلا رمضان مع مين اسمها حلويات أصل اسمها ستات كل سنة بنستقبل شهر رمضان الكريم بعدد من الحلويات الشرقية الشهيرة المتنوعة المعروفة عند المصريين والعرب ولأن الشرقيين هم أصل الأساطير والحكايات ومن أكتر الشوق اللي بتمتلك مصدر أصلي لكل شيء ونادرا ما بيكون مستحدث من العدم النهاردة حكايتنا من قلب الحلويات الشرقية اللي الكل بيحبها وبيشتاء لطعمها لكن قليل جدا اللي يعرف حكايتها وأصل حكاية اسمها يا طرى إيه حكاية الحلويات اللي أصل اسمها ستات من بين أطباق شهر رمضان حلوى أم علي لو رجعنا الأكتر من 700 سنة هللاقي كتب التاريخ بتحكينا عن أصل وفصل الحكاية وأم علي هي زوجة عز الدين أيبك أول سلاطين الممليك بعد انتهاء حكم الأيوبيين اللي كان متزوج من شجرة الدور وبعد ما تزوج عز الدين وأنجب علي غضبت شجرة الدور لدرجة إنها انتقمت من زوجها وقتلته فقررت أم علي تدبير مكيدة لشجرة الدور انتقاما منها وتنصيب ابنها علي سلطانا على البلاد وبالفعل قتلت شجرة الدور على إيد جواري أم علي اللي من فرحتها قامت بخلطة دقيق والسكر والسمن والرؤاء ووزعتهم على الجميع بمناسبة موت شجرة الدور وتنصيب ابنها علي سلطانا على البلاد ومن هنا جاءت اسمية حلوى أم علي أما عن أصل اسم صوابع زينب الشهية ملكة الحلويات فله عدة حكايات يقال إن كان في سيدة ميسورة الحال في العصر المملوكي اسمها نفيسة البيضاء عرفت بأعمال البر والإحسان وكان لديها طباخة ماهرة اسمها زينب وفي يوم من ذات الأيام وجدت زينب سيدتها مهمومة فحبت إنها تدخل البهجة والسرور على قلبها فصنعت لها حلوى على شكل أصابع اللي عجبت السيدة نفيسة جدا لدرجة إنها أصبحت تقدمها للضيوف وتوزحها على أهل القاهرة في المناسبات واللي كان بيسأل عن اسم الحلوى كانت بتقول صوابع زينب وفي رواية تانية بتقول إن بعد ما انتصر الملك الظاهر بيبرس على المغول بعد حرب طويلة وعاد لمصر أمر بتوزيع الحلويات على كل أهل القاهرة ومن بين الحلويات اللي تم توزحها حلوى ظهرت عليها أثر صوابع صناحة ولما أمر الملك بإحضار صناحة كانت سيدة تسمى زينب اللي أعجب بيها الملك وبصنعتها وجمالها وتزواجها ومن يومها والحلوى اسمها صوابع زينب ومن أشهر حلويات الشام والعراء وأشهاها اللي انتقلت بعد كده للمصريين وأتقنوا صناعتها بمهارة رموش الست واللي بتعود تسميتها لأيام الحاكم بربر أغا حاكم طرابلوس اللي اشتهر بإقامة الحفلات والولائم وتقديم أشهل حلويات وفي إحدى الحفلات اللي كان حضرها العديد من السيدات من علية القوم قدم الحاكم للحضور هذه الحلوى الشهية واللي أطلق عليها أحد الظرفاء اس رموش السد ومن رموش السد لحلوة بسيمة واللي أصل اسمها بيعود لسيدة عربية دائمة لابتسام كانت تهوة صنع الحلوة الغربية وتقدمها للكبير والصغير وفي مرة من ذات المرات قامت بخلط جوز الهند والدقيق والسمت ولما وزعتها كعدتها على الناس أعجبوا بيها جدا فابتسمت السيدة فأطلقوا على الحلوة اسم بسيمة وتوتا توتا مهما قلنا حيفضل للسيامة تفاصيل حواديد حلوة مش ملتوتا بتحكي عني وعنك ودفا لما وأكلها حلوة ومهنة أحلى بتقول لك أهلا رمضان أهلا رمضان مع من يسمعي أهلا رمضان أهلا رمضان